دي مش حكايات مشجعة لناس نجحين وبس ده مش وار طويل من التعلم والتغيير والمحاولات وتكرارها النجاح حصيلة مجهود صغير بيتكرر كل يوم شغل عالي هو منصة الأشخاص الحقيقيين المخلصين اللي عوزين يضيفوا إيمة ويقدروا يعملوا التغيير شغل عالي شغل عالي شغل عالي شغل عالي بص في ورقتك دي كلمة كنا بنسمعها زمان أيام المدارس لكن الحقيقة إنها تحدي كبير قوي لما تشوف حواليك طيار كبير جدا الناس بتكسب فلوس بسرعة اسمه الثراء السريع الممكن إنك تثبت وما تتهزش لما تسمع أرقام غريبة الناس بتكسب مكاسب مهولة من حاجات ما تقدرش حتى تسميها مهن ما تقدرش تقول عليها شغلانات جديدة وده بقى اسمه أحيانا العادي الجديد لدرجة إنه بعد الناس بقت لما تشوف ضغط الناس اللي بتكسب حواليها بسرعة ومش بكلمك هنا عن مكسب واحد عمل فكرة عظيمة فكسب من وراها ملايين ولا عن حد تتعلم حاجة ندرة جدا فبقى مرتبه مضاعف مرتبي لأ بنتكلم عن الحاجات أو ضغط اللي اسمه لأنه وراكيكا مثلا تكسب صاحبها ملايين وإحنا عاديين نتفرق أشخاص إحنا عارفين إنهم مقدموش أي حاجة ليها قيمة لكن المجتمع يلمعهم ويخليهم نجوم ويطلعوا علينا وهم واضح عليهم جدا إنهم كسبوا فلوس كتير بسرعة التقافة المالية في الشغل دي حاجة مهمة جدا وعايزة يعني لو تقدروا تشاركوني حد قبل كده رفض شغل لأنه لما حسبها كده لأ أن المرتب هيتصرف على المواصلات وعلى الأكل اللي هاكله في الشركة طول الشهر حد أعمل حركة دي؟ أنا ساكن في حلوان وكان شغلي في مدينة السلام آه بعيدا في مصنع أنا من المصنع الغذائية فكان المرتب مش مجزي إن أنا أصلا بركة مواصلتي من حلوان عشان نوصل إلى مدينة السلام طيب عملت إيه بقى لما ما اشتغلتش مفيش دورت على شغلي تاني وبحثت أكتر لحد ما لقيت الشغلي مناسب لي إمكن كان المكان بعيد نسبيا بس أحسن بكتير من المكان اللي كنت أشتغل فيه في الأول ساعات بنقول كده إن أنا بحسبها في دماغي فبقول إن أنا مش أشتغل الشغلينة اللي هصرف كل مرتبها على المواصلات وعلى المصاريف الشهرية لكن فيه ناس تاني بتختار إنها توافق على القرار ده مش غصب واقتدار ولا حاجة بس لأنهم بيبقوا شايفين المبدأ المعروف جدا إن أنا بشتغل يا إما عشان أخد فلوس يا إما عشان أخد خبرة يا إما عشان أكسب علاقات يا إما عشان أبني خطوة في مستقبل طوي فكرة البطل الخارق اللي بيقدر يعمل كل حاجة دي فكرة موجودة في الأفلام وبس لكن الحقيقة مليانة ناس عاديين بس بيعملوا حاجات خارقة السر في كلمة من أربع حروف اسمها فريق كل الأبحاث اللي بتدرس سلامة الأشخاص النفسية بتقول إنه قدرة الإنسان على حل المشاكل واتخاذ قرارات جريئة شوية قرارات لصالح يعني إنه يبتكر أكتر أو يبدع أكتر إن القدرة دي بتزيد لأضعاف في وجود فريق الفريق بيحسن من نموك الشخصي بيحسن كمان من رضاك عن العمل عن الشغل بكل تفاصيل بيقلل الضغوط من عليك حد يقدر يشاركنا فريق جيد يعني إيه؟ إيه الجود تيم؟ يعني أعتقد لو فيه هدف واحد كله مستقر عليه ومتفقين عليه يبقى ده هيعمل تيم كويس أو فريق كويس حلو حلو موافقة بس هنقشك في كل فكرة هدف واحد بس أنا هوصله الأول إيه رأيك؟ هنوصله كلنا مع بعض طيب بروفو أنت جميلة مش كل الناس كده إزاي الشغل نفسه يبقى مصدر فرح انبساط مش بس يبقى مصدر للفلوس وطبعا لأنه فيه ناس كتير تعزل كئابة زي عينيها فأنا خايف أبص في عينين الناس وحد يقول لي يا من أنتو ناس مرفهين انبساط مين؟ إحنا بنشتغل عشان لقمة العيش مش كده؟ في حد فكر كده؟ انبساط مين يعني؟ هقول لك النظرية عشان نعرف نتقابل في نقطة أنا شخصيا أعز جدا اللي بيحترم لقمة العيش لكن أعز أكتر اللي يحبها بكرامة وهنا أعتقد أننا ممكن نتقابل في نقطة الكرامة في لقمة العيش على رأي أهلينا كده لازما ولابد يكون معها ببساط ما تمشيش أبدا أني أكل عيشي بكرامة من غير ما يكون مبسوط في الحاجة اللي أنا بعملها تخيل كده أني اشترت لك هدية غالية جدا لكن قبل وقت التقديم حصل لي أي حاجة أنا حسيت كده أن أنا مستخسرة تفع فلوس تاني خلاص وقفت معايا على تمن العلبة فقررت أن أنا ألف الهدية دي في ورق جرايط أو في أي كيسة صمرة زي ما إحنا بنسميها وأقول للشخص اللي اشترت له الهدية دي اتفضل هتعمل إيه؟ في الغالب يعني ده اللي احنا بنعمله أصلا في تقديم نفسنا للناس بتبقى صدقني أنت كويس أنت جميل زي ما إحنا بنقول وبتحاول وبتكتهج تشغل على نفسك كتير لكن لما تيجي تقدم نفسك للناس عندنا طول الوقت مشكلة هويتك أهم حاجة بتوصل للناس مننا غالبا بتعتمد على اللفة الأخيرة دي التغليفة في الآخر ويا سليم بقى لو الصورة أو التغليفة دي متهندمة حلوة شكلها لذيذ أنت غالبا بتبقى سهلت على نفسك مهمة أنك توصل هويتك هويتك دي هي الهدية بالمناسبة أنت لو لفتها لفة وحشة فالناس مش عارفاني لو لفتها لفة حلوة الناس هتعرفني على الأقل عشر مرات أسرع من أن أنا مهتمتش بالحتة دي وإحنا بنتكلم عن حالة كده بتصيب الناس اللي بتسافر في بعض البلاد وتحديداً وإحنا بنتكلم عن متلازمة باريس وبالمناسبة ممكن يكون غريب شوية أن يقولك أنها حالة من الأعراض الحادة جداً للاكتئاب والضيق بس دور وراي هتتأكد كده أنها مش بس حالة دي مرض شائع كمان ناتج عن أنه الناس اتسوقت لها صورة عظيمة جداً عن مكان ولما وصلوا المكان ده أحبطوا بسبب الواقع اللي شفوه دكتور ماجد يعقو هيجي في بالنقي علامة تجارية صح؟ إيه؟ القلب الطب صح؟ دكتور أحمد زويل حمد صلاح كورة صح؟ ففي حاجة اسمها علامة تجارية وفي بني أدمين لوحدهم هم علامة شخصية يعني باختصار كل واحد فينا ماشي وفوق دماغه في يافطة بس مستخبية محدش يعرفها أنا حاجة أنا مش شايفها لكن كل الناس اللي قدامي شايفنا اليافطة دي مكتوب عليها شوية عنوين رئيسية أولها أنت مين؟ وتانيها أنت بتقدم إيه؟ وتالتها بتقدمه ده حلوة ولا لأ؟ كل التفاصيل دي مكتوبة عني من غير معرفة أحنا دايما في البرنامج هنا بنقول أننا بنقضي تلت حياتنا في الشغل ونص نجاح الشغل في جملة أو كلمة اسمها التواصل أعتقد أن كثير مننا مش بس يقدر يتخيل لكن كمان يقدر يفتكر كم المشاكل اللي موجودة في سوق العمل واللي سببها أصلا مشاكل في التواصل من أول يوم الانترفيو بتاع سيادتك لحد ما تمشي بالسلامة من شغلك أنت محاط بكل الفرص أنك تتواصل أفضل وتحقق نتائج أفضل أو أنك تتواصل أقل أو غلط فتحقق نتائج ضعيفة لفت نظري جدا أن في نوع جديد من التنمر على المرأة موجود في أكتر مجتمعات ممكن تكون بتعتقد يعني أنها بتقول على نفسها متصلحة متصلحة مع مصطلح التمكين التمكين يعني بالمناسبة أن كل واحد فينا يمكن أنه يعمل الحاجات اللي هو نفسه يعملها أي حاجة بقى أي إن كانت اختياراته يعني ببساطة كده زي ما عينك قادرة تشوف التمن اللي بتدفعه كل ستة بتشتغل من صحتها ومن أعصابها عشان تقدر تعمل أدوار كاملة في كل مكان هي مسؤولة عنه أو مسؤولة فيه اوعى كمان تفتكر أننا كمجتمع متصلحين تماما مع فكرة عمل المرأة لا الحقيقة أنه لست بدري جدا مهما شفت حواليك من نماذج نجحة وأحيانا مبهرة للمرأة العاملة لأنه المرأة العاملة دي نص نجاحها تحدي لظروف لكن المجتمع يعني لا لسه المجتمع بيعافر في أنه يقبل الستة اللي بتشتغل وأولها ودي حاجة بقى كانت مفاجأة من شهادات ناس كتير أنه بساعات بتبقى من الستة اللي زيها كمان قبل ما يكون من الراجل اللي بيقاوم نجاحها وقدرتها لبعض الرجالة قدرات دي بالنسبة لهم خارقة فبالتالي مش مقبولة هنا بقى هنيجي لأصل السؤال لو سألت أي ستة نجحة وبتشتغل أنت عاوزة الناس تشوفك إزاي وده سؤال بالمناسبة لازم نسأله هنا فيه هنا كم بنت بتشتغل؟ أنا بشتغل بعمل دوري زي ما غيري بيعمل دوره راجل أو ستة عايزة تشوفي ناس شوفك إن دورك طبيعي دوري طبيعي مش إن أنا واخد مكان حد أو حد واخد مكاني بتحسي حد بيفكر كده سعير؟ كتير أنا بشتغل في منك عمون هنا آه والمنافسة شديدة أنا عارف طيب مين هنا أم؟ يعني حد يكون ماما وبتشتغل لأن غالبا دل دول يعني دايما وكنت يتعوذي في البيت بقى ما الولاد أولى؟ هو فعلا وقت الشغل مغطي على وقت ولادي كتير جدا وكمان بسافر كتير وبسيبهم بس أنا بحب الشغل وعايز أزبط نفسي فيه آه بس مش حاسة إنه يعني دي حاجة مخلية الدنيا عندك مش موزونة يعني؟ آه لأ أنا على قد ما بقدر بحاول أوزن بينهم وبين الشغل آه يعني هو ضغط طبعا عصبي ونفسي وكل حاجة بس بحاول الحمد لله تحبي الناس تشوفك مؤثرة مع أولادك؟ آه لأ طبعا أو حد بيحسسك كده؟ لا خالص آه بالعكسة كما أنا عندي كمان في البيت بيشجعوني إن يعمل ده إحنا عندنا سلوكيات متطرفة العمية المصرية لقيت لها حل وسمتها الأفورة إحنا بنبالغ في كل حاجة يعني اللسان الحلو إن أنا بأتكلم الناس بكلام لطيف وبأوعدهم بحاجات حلوة أو بطمنهم يعني ظبطته مش إنه يكذب لكن إنه يبقى لسان مرحب ومنضبط يعني لكن مش معناها أبدا أنك تكون مدلس وكذاب تاريح الزبون مش معناها كده والعكس تماما لما تروح تاخد خدمة وحشة جدا المعاملة الوحشة جدا والتعالي على لقمة العيش اللي بعض الناس بتعملها برضو بدافع الأفورة ممكن بعدها تتوقع يعني إزاي إن جيلك خير وإنت بتقدم الأداء ده الحاجة الغريبة بقى في الأفورة والناس اللي بتوعد من غير ما توفي إنه مش بيحترم دكاء الآخرين لازم تعرف وإنت بتقدم وعد بخدمة أو بحاجة أو بإنك شاطر قوي وأجمد واحد في الموضوع ده لازم تعرف إنك بتتعامل مع شخص ليس بقى خبرات في الحياة وإنه غالباً اتعامل مع حد في نفس مجالك وغالباً عنده انطباع مسبق عن كل الناس اللي شبهك فخلي بالك في قاعدة لذيذة جداً ولأننا نهارده نتكلم عن المبرمجين فالمبرمجين كمان بيستخدموها إنها أوعد أقل وسلم أكتر دي حاجة ممكن تساعد جداً في إنك تبني سمعة كويسة ودي أكتر لأنك لما بتدي أنت مش بس كسبت في الشغل لأنك كسبت في العلاقات والعلاقات طول الوقت أهم بكتير من الشغل